برئاسة معالي السيدة فزيابنت عبدالله زينالة رئيسة مجلس النواب عقد المجلس صباح اليوم جلسته العاشرة من دور العنقاد السنوي العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس وفي مستهل الجلسة عرض المجلس الرسائل الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر بخصوص مشروع قانون بجاني استبدال فقرة من قانون العمل في القطاع الأهلي وبخصوص مشروع قانون بإضافة بند جديد إلى قانون التأمين الاجتماعي وبخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى بروتوكول ناكويا بشأن الحصول على الموارد الجيلية وقرر المجلس الموافقة على إحالة الرسائل والمشاريع بقوانين إلى اللجان المختصة وفيما يتعلق بالأسئلة البرلمانية فقد استعرض المجلس رد معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف على سؤال بشأن الأمانات العامة النقدية وغير النقدية لدى وزارة العدل ورد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية على سؤال بشأن الإعلان عن نشر الوظائف الشاغرة في جميع الصحف المحلية وعلى سؤال بشأن عدد الباحثين عن العمل المسجلين لدى الوزارة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة